بسم الله الرحمن الرحيم إلى ذوي الشهداء الأبرار الشهيد المقاوم رضا الغسرة الشهيد المقاوم محمود يوسف والشهيد المقاوم مصطفى يوسف عبد علي نرفع أسماء آيات التبريك لأن هذا موطن من مواطن الشكر وليس موطن من مواطن العزاء نبارك لهذه الدماء الطاهرة ولهذه المكانة الخاصة التي اختارها الله عز وجل لهؤلاء الأبطال واختصهم من بين ملايين الناس الذين يتمنون أن يكونوا مكانهم فاختارهم الله سبحانه وتعالى خاصة أسمى آيات التهاني والتبريك لالتحاقهم وعروج أرواحهم الطاهرة إلى العلي الأعلى في مقام صدق عند مليك مقتدر مع الشهداء مع الأنبياء مع الصديقين وحسن أولئك رفيقة الآية المباركة التي قرأناها ليست فقط فيها تحفيز وترغيب على الجهاد وإنما هي تأكيد على ثلاث مسائل أساسية في حياتنا وفي حياة كل أولئك الذين يسلكون دروب الجهاد فيها منطوق فيقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم جعل هذا النصر مشروطا من قبل الله سبحانه وتعالى وهو واضح بظهور الآية ومنطوق الآية لكن فيها أيضا مفهوم مهم لنا جميعا وهو أن هذا هو المنهج الإلهي الذي جعله الله لعباده المؤمنين فجعل طريق الانتصار من خلال نصر الإنسان لله عز وجل والله لا يحتاج لأحد من الخلق لكنه يقصد نصر دينه وقيمه ومبادئه وكل ما تتقوم عليه الحياة البشرية الإنسانية والشريعة الإلهية وفيها هذه الآية تأكيد على أن الإيمان تأكيد على أن أعلى وأوضح علامات الإيمان هي الجهاد في سبيل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الخطاب موجه للمؤمنين وفيها مسألة مهمة نحن دائما طبيعة البشر ينظرون إلى النتائج ينظرون إلى الخواتيم لكنهم لا يتمعنون في الخطوات الكثيرة التي سبقت تلك النتائج تلك الخواتم عندما يختار الله شهيدا شاهدا من الناس فليس الإختيار في يوم اختياره وليس قضاء الله سبحانه وتعالى باختياره شهيدا في تلك اللحظة أو ذلك اليوم وإنما سبقته مراحل متعددة قد لا نكون ممن لاحظها أو نظر إليها أو شاهدها أو تبصر فيها هؤلاء الشهداء الأبرار لم يختارهم الله عبثا وكل الشهداء كذلك ليس هؤلاء فقط هناك مقدمات كثيرة هناك سيرة إنسان هناك مسيرة للإنسان هي التي توصله إلى هذا الاختيار الإلهي وبدون هذه السيرة وبدون هذه المسيرة لا يصل الإنسان إلى هذا الاختيار من قبل الله سبحانه وتعالى في قناة العالم يوم الجمعة الماضي مقدم البرنامج سأل سؤال محدد عن الشهيد رضا الغسرة هل كان حالة استثنائية أم ماذا؟ قلت من الطبيعي أن يكون الشهيد رضا الغسرة حالة استثنائية لكن بالنسبة لنا لي أنا المقصر بالنسبة للمقصرين يبدو أنه حالة استثنائية لكن لو قيض للشهيد رضا الغسرة أو الشهيد محمود يوسف أو الشهيد مصطفى يوسف أو أي من الشهداء وجئ بهم هنا وسئلوا هذا السؤال أتراهم يقولون أن هذه حالة استثنائية؟ في نظرهم هذا هو أمر عادي وطبيعي وبغير تكلف بل بدون أدنى تكلف في حياتهم لأن هناك سيرة هناك مسيرة أوصلت هذا الإنسان إلى هذه المسألة نعم الشهيد رضا الغسرة ورفاقه الأبرار تصرفوا بما كان يملي عليهم معتقدهم وبما كانوا يؤمنون به لم يتكلفوا في تصرفهم لم يبالغوا لم يعملوا أو يقوموا بعمل لم يكونوا يؤمنون به باختصار رضا الغسرة ومن أول الأيام قرر أن هذه سلطة لا تفيد فيها المواعظ ولا تفيد فيها الإرشادات ولا تستحق الثقة لذلك قرر أن يقاوم هذه السلطة بكل ما يستطيع ورب العزة والجلال لا يكلف نفسا إلا بما آتاها بكل ما يستطيع تصرف الشهيد رضا الغسرة متحديا هذه السلطة وبكل ما كان يؤمن به نعم أحد أصدقائه يقول رأيت الشهيد رضا الغسرة في المنا رأيته بحالة صحية ممتازة وبعافية ممتازة مبتسم إنكت فقلت أنت سليم ليس فيك أي شيء ما نعلمه غير ما أراه فكان يبتسم فكان يبتسم مسرور لأنه وصل إلى الدرجة التي يتمناها وصل إلى المقام الذي كان يعمل من أجل الوصول إليه نعم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تثبيت الأقدام هو رمز الانتصار وعلامة الانتصار عندما يثبت الله عز وجل قدم امرئ فإنه يكتب له النصر المؤذر ويوقع ويوقع له أنه قد تجاوز الامتحان نعم ينصركم إن تنصروا الله عمل إن تنصروا الله هذا عمل نحن نقوم به ينصركم اعتقاد ينصركم اعتقاد من قبل الإنسان نفسه ويثبت أقدامكم هي النتيجة التي يصل إليها الشهيد هي المكانة الرفيع التي ينالها المؤمن يقول سماحة آية الله العظمى السيد محمد تق المدرس في تفسيره من هدى القرآن في هذه المفردة بالذات يقول ويثبت أقدامكم يكتب لكم النصر ويؤيدكم به ويؤيدكم به نعم فإن تنصر الله هو العمل والعمل الحقيقي هو تحمل مسؤولية الجهاد في هذه الآية وهو ليس بسيطا وهو ليس بسيط اليوم أيها الإخوة وصل الصراع بيننا وبين أعدائنا إلى درجات متقدمة جدا جدا لها مظاهر متعددة لعل من هذه المظاهر هذه الأيام تتكشف للجميع والمراقبين بالدرجة الخاصة أن أولئك الداعمون أن أولئك الداعمون لهذه السلطة الإجرامية المقيتة الذين كانوا يتخفون وراء الستر والحجب في السابق اليوم يظهرون عيانا أمام الجميع فيشاركون في حملات التفتيش والمداهمة يشاركون في حملات التحقيق ويشاركون حتى في عمليات الاعتداء على الناس وشاركوا في الاعتداء على الإخوة وقتل الإخوة ويتحملون وزرا كبيرا أعني البريطانيين والأمريكان البريطانيون الذين شاركوا مشاركة عملية في مجريات الأحداث والأمريكيون الذين يوفرون الدعم والمساندة إلى هذه السلطة المجرمة نعم اليوم وصل الصراع إلى أماكن ونقاط متقدمة جدا في السابق في مثل هذه الأيام أيام المناسبات تعطى إلى مرتزقة الداخلية أوامر بالضرب بالاعتداء بالشتم بالسب وما شابه لكنها تتوقف عندما تصل إلى القتل أما اليوم التعليمات التي كانت معطاة إلى مرتزقة آل خليفة كانت تجيز لهم حتى مستوى القتل حتى مستوى القتل وليس فوق ذلك إجرام المظهر الثالث هو ضرب أقصى وأكبر مقدسات هذا الشعب اليوم في هذه اللحظات وربما العدد يزيد لحد الآن هناك ست معتقلات من نسائنا الحرائر وقد حكم على بعضهن بالتوقيف لمدة خمسة وأربعين يوم ولا يعلم ماذا يخبئ القدر للباقيات منهن وصل الاعتداء على النساء حدا لا يوصف تجاوز كل الأعراف والمقدسات في مجتمعنا نعم وصل حد الاستهداف إلى الأطفال إلى حد القتل والرمي بسلاح الشوزن المحرم ووصل أيضا إلى العلماء وإلى عقائد هذا الشعب ومقدساته من فريضة الخمس ومن منع الصلوات ومن تحديد كيفية الإحياء للمناسبات وما شابه هذه الأيام ومن مدة مائة مائتين واربعين يوم لا زال رمز من رموز الطائفة وعالم من كبار علماء الطائفة يحاصر في منزله ويمنع من حريته وهو سماحة آية الله الشيخ إيسى أحمد قاسم حفظه الله نعم اليوم أيها الإخوة لا عذر لأحد مننا بعد مواقف أمهات الشهداء وما سطروه من كلام مهم وملاحم ووقفوا كما وقفت زينب صلوات الله وسلامه عليها أمام السلطان الجائر وقالوا كلمة الحق ولم تأخذهم في الله لوم تلائم بعد هذه المواقف ليس لنا عذر اليوم بعد هذا التضامن الشعبي الكبير وأرجو الانتباه إلى هذه المسألة كثير منا يقول أن شعبنا لا يتجاوب شعبنا لا يتفاعل معنا بل سمعت من بعض المعممين بعض علماء الدين الذين كانوا يقولون أن شعبنا لا يستحق التضحية من أجله هذا الشعب هو الذي يعطي أبناءه شهداء هذا الشعب هو الذي يقدم إمكانيات في سبيل الثورة هذا الشعب هو الذي يقدم بيوته وكل ما يملك من أجل هذه الثورة وحماية هذه الثورة هذا الشعب هو الذي يستضيف من يستضيف من المطاردين إذا كان عشر عشرين ثلاثين أربعين تخلوا فهناك أيضا عشرات يقومون بواجبهم تجاه متطلبات الثورة بكل معانيها ويكفي هذه الحالة من التضامن الكبير الذي نراه بين الناس جميعا عندما تحدث أي حادثة في البلد سواء اعتقال أو استشهاد أو غير ذلك شعبكم بخير شعبكم معطاء شعبكم يحتاج إلى أن تولوه ثقة أكبر ويحتاج أن ترتبطوا به بشكل أكبر فإن في هذا الشعب علامات الانتصار وبوادر الانتصار القريب إن شاء الله الذي هو ليس بعيد كذلك بعد حوادث القتل العمد للشهداء المعدمين الشهيد سامم شامع والشهيد عباس السميع والشهيد علي السنجيس وبعد قتل الشهداء الأبرار القائد المقاوم الشهيد رضا الغسرة الربان الشهيد مصطفى يوسف والبطل الشجاع الشهيد محمود يوسف بعد حوادث القتل العمد اليوم لا يوجد عذر لأحد منا في التخاذل والتباطئ وأن يتكاسل أو يهن أو ما شابه لم يبقى عن الانتصار إلا قليل نحتاج أن نصبر نحتاج أن نتحمل نحتاج أن نثق بالله سبحانه وتعالى أن نثق بأنفسنا وأن نثق في شعبنا ونحتاج لمسألة مهمة ومركزية وأساسية نحتاج أن نشخص الهدف بوضوح تام وهذا الهدف قد قالته الجماهير في بداية انطلاقتها بعد يوم الخميس الدامي الشعب يريد إسقاط النظام